نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدموا جدد والناس لتحقوا بهذه القناة إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وينجيكم يا رب قبل ما نبدوها الصغة سنصلوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما خلوا لي أحبابي التعليق بالصلاة على الحبيب خلوا لايك على الفيديو بيش يوصل أكبر عدد ويشوفوه الناس ويتنفعو به الناس إذن اليوم الوصفة دينا لعقد اللسان لتي أديك بالكلام السيئ عدوك اللي انت عارفه ولكن تيحكي عليك دائما من ورائك أمامك دائما هو متربس بك أو غادي عند أعداء غادي عند شخص مبغيتيش أنه يقول لك شي كلمة اللي تبقى فيك وتأثر عليك الناس اللي متعبين مع الأعداء الناس اللي عندهم مشاكل مع الأعداء الناس اللي عندهم دائما محيرهم العدو والعدو ما تيخافش الله إذن صالحة لي أنك تسكته وصالحة أنك أنك يشوفك ويخاف منك الناس اللي عندهم أعداء وعندهم مشاكل مع عدو خاصة يدير هاد الوصفة لأنها رائعة وأكتر من رائعة الناس اللي بغين يسكتوا أي شخص يكون كي مكان عندك في الأسرة معك في العمل إنسان متربس بك دائما أنت اللي عارف هذك هذك الإنسان اللي يدرك متعتك إشارات ديال الكلام السيء يهدر عليك بكلام فيك أو ما فيكش إذن هذك إنسان عدو اليوم غادي ناخدو السنوج السنوج اللي الحبيبات دياله رقاق بحال هذا عمتم الحبيبات دياله رقاق غادي نزوه معنا وغادي نقرأ عليه باش نبخروا به إذن اللي عادو عادو غير راسه وإنسان يدير الخير حسن ما يدير الشر لأن يقدر هذك أعداء تيكونوا تيتجبروا بالظلم ديالهم ولكن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يعطيهم أي حاجة باش أنهم يتلهوا عليك يبعدوا منك لأن الله قادر وحرم الظلم على نفسه إذن الظلم أو العدو باش تسكسيه ضروري أنك تديري لهذا الوصفة غادي ناخد هذ المكون وغادي نقرأ عليه هذ القراءة غادي نقرأ عليه سورة النصر غادي نقرأها 51 مرة باش تنصري على هذك العدو باش تنتصري على هذك الظلم دعاء لعقد اللسان هالدعاء حطيناها بزاف وجاب نتيجة مع الناس جاب نتيجة مع الناس اللي محتاجين لي تدخلوا العمل إما واحد دائما متربس بيك على طالعة والنازلة ويتكلم من ورائك إذن تسكتيه باش أنه ميبقاش يتكلم عليك بسوء ومن يشوفك يخاف ويترهب إذن بسم الله توكلنا على الله غادي ناخدو هذ الكمية غادي إن شاء الله ندخلوا بها بالنية المقصودة ب إسكات الظالم وأنك تكوني أقوى منه تكوني أقوى من هذك الظالم بصورة النصر عدد تسكتيه بهذا الدعاء أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون لولا صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يتكلمون إذن هاد القراءة أو هاد دعاء خسكم تقولوه سبع مرات وجبدو الشخص المعين الشخص اللي داركم على باش ميتكلمش بكم صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فلا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يسمعون صم بكم عمي فلا يتكلمون كما قرأتها سأجيكم مزيانة سأجيكم إن شاء الله نكتبها لكم وسط الفيديو إذن غادي تقرأوها سبع مرات على هذا المكون وغادي إن شاء الله تبخروا به مع المغرب مع المغرب السنوج ديروا في مقلات وتحرقوه وتقولوا اللهم انصرنا على من يؤدينا اللهم بحق صورة بحق صورة النصر أن تنصرنا على من ظلمنا من يؤدينا اللهم صلت على الظالم من لا يرحمه اللهم صلت عليه جنود السماوات والأرض اللا يرحمه بصورة النصر أنصرني عليه صم بكم عمي فلا ينطقون صم بكم عمي فلا يتكلمون صم بكم عمي فلا يسمعون صم بكم عمي فلا يرجعون ولا يعقلون ولا يبصرون إذن صم بكم غادي تقولوها خمس مرات أنا غادي نكسبها لكم باش أنكم تاخدوا واحد طاقة ديال أنكم ديروا شوية المسك أنا دير المسك هو إذن هذي اللي غادي هذي اللي غادي نهز معايا ندير فيها شفية المسك وغادي نقرأ لها نفس القراءة وقت القراءة تقرأي مرة واحدة ولكن غادي تهزي شوية وتحطيه هنا يا اللي غادي تهزيه معاك على أسس غادي تديريه بابياليمنيوم وغادي تهزيه دائما معاك بالنية أنك تنتصري على ذاك الشخص غادي تديريه ما بين حمالة الصدر ديالك أو أنك تكون تديريه في المحفظة ديالك تكون قريبة منك دائما أو أنك تديريه وسط الصدر ديالك على نية أنك تكون قوى من هذك الظالم وتكون بكلام الله أنك أقوى منه بصورة النصر تنتصري على من ظلمت تكون منصورة بإذن الله على من ظلمت أو تكون منصورة على هذك الشخص اللي نويتيه في خاطرك كيني الناس اللي غادي يحطوا لي تعليقات على أساس أنها على أساس واش نحط بزاة الأشخاص في البال ديالي وندكر الأسماء ديالهم اللهم انصرني على فلان ولد فلانا اللهم انصرني بحقي صورة النصر وما فيها من أسرار أن تنصرني على فلان ولد فلانا أو فلانا بنت فلانا والله هو المعان على كل ظالم أو ظالمة لتضلم الإنسان بدون سبب لأن الله سبحانه وتعالى هو المنتقم هو الجبار هو دون البطش الشديد إذن إنسان يتقى الله يديرها في الحق وما يديرهاش في الباطل إلا درى في الباطل سبحان الله ترجع عليه إذن الله هو الواحد الأحد فرض السند لم يتخذ صاحبا ولا ولد هو القادر على كل متجبر أو كل ظالم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واشغلهم بأنفسهم وبعد شرهم عننا وعن الناس أجمعين أي إنسان عنده أي ظالم يدمر عليه في الضمير دياله يقول آمين يقول آمين والله سبحانه وتعالى 40 دعاء غادي يتحقق بإذن الله إذن أنا تنقول لكم دمروا على هذا الشخص وقلوا آمين وحطوا تعليق بآمين والصلاة على الحبيب وغادي يأخذ الحق الله في هذاك إنسان اللي يدلمك أو تيتعدى لك بالكلام السوء أو تي يدرف المحصنات لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء حباب يخلوا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوةه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة